نشرت مجلة ناشنال انترست الأمريكية مقالا لسام زاخم سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق لدى مملكة البحرين تحت عنوان البحرين وتحسين مستمر لسجل حقوق الإنسان أكد فيه أن مملكة البحرين حاضنة متعددة الأعراق والطوائف وشيرا إلى أن المملكة تعمل بعزم على جعل الممارسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان متفقة مع المبادئ والمعايير الدولية تعزيز حقوق الإنسان هو سعي دؤوب لا يتوقف وفي رده على انتقادات المسؤولين الصينيين لسجل الولايات المتحدة الأمريكية الحقوقي صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكين مؤخرا ولكن ما فعلناه في تاريخنا هو مواجهة هذه التحديات بشكل مفتوح وعلني وشفاف وليس بتجاهل هذه المشاكل والتظاهر بأنها غير موجودة أحيانا الأمر مؤلم وأحيانا بشع ولكن في كل مرة كنا نخرج من المراجعة النقدية أقوى وأفضل مما كنا وأكثر اتحادا كدولة ويمكن قول شيء نفسه عن البحرين حيث عملت سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1986 إلى عام 1989 والتي بقيت على تواصل مع شعبها وقادتها أخبرني الرئيس الأمريكي رونالد ريغن في عام 1987 أنه بجميع المقاييس فالبحرين هي أفضل صديق لأمريكا في العالم اليوم واليوم وبعد مرور أربعة وثلاثين عاما فإن تقييمه أكثر صدقا من أي وقت مضى فالبحرين التي أعرفها هي حاضنة متعددة الأعراق والطوائف يسعى فيها الغالبية العظمى من المواطنين إلى تحسين أوضاعهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فالناس عاشوا فيها معا في سلام لعدة قرون وتشكل تاريخهم الحديث بالتفاعل مع القيم والنماذج السياسية والاقتصادية الغربية وعلى مدى السنوات الماضية عمل قادة البحرين بعزم على جعل الممارسات في مجال حقوق الإنسان متفقة مع المبادئ والمعايير الدولية حيث تم اتخاذ خطوات جريئة ومنسقة لحماية حقوق الإنسان ففي عام 2011 أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق تقريرا قدمت فيه توصيات بعيدة المدى وتم تنفيذ العديد منها إلا أن الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة للتحقيق في المخالفات الرسمية ومقاضات مرتكبيها كما تم إجراء إصلاحات قانونية مهمة بما يسهم في حماية حقوق الإنسان هذا وطورت البحرين من فهمها لقضايا حقوق الإنسان والتعامل معها وتوجد الآن إجراءات غير مسبوقة للحماية القانونية والرقابة والمساءلة لحماية المواطنين من التجاوزات الحكومية والأهم من ذلك أن القيادة بداية من جلالة الملك المفدى تدرك الحاجة إلى المزيد من التوسع في حماية الحقوق المدنية والسياسية يجب على المسؤولين الأمريكيين إعادة التوازن في نهجهم تجاه حقوق الإنسان فالدعوة المبدئية للحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالمياً أمر لا بد منه لكن العالم مكان فوضوي والحقائق مهمة وليس جميع المتظاهرين من أصحاب الأفكار الجفرسونية السامية وفي الوقت الذي تسعى فيه البحرين جاهدة لمواجهة مختلف التحديات بشكل علني وشفاف فإن اتباع الولايات المتحدة لنهج أكثر تعاوناً وأقل خصومة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر